بعد عطش طويل لان تخرج موازنة عام 2021 الى النور لترى الحكومة طريقها في انجاز المؤخر من قرارات ومستحقات تنتظر الموازنة اي حل لغزها وتنتهي لعنتها ان صح التعبير ينهي مجلس النواب اليوم التصويت على مواد قانون الموازنة بعد ان حلت عقدة المادة الحادية عشرة من القانون والمتعلقة بحصة اقليم كردستان النواب صوتوا على حذف المادة العشرين الخاصة بفرض ضريبة الدخل والاستقطاع من رواتب الموظفين كما قرر المجلس تأجيل تصويت على المادة الحادية والاربعين من القانون والمتعلقة بالاراضي الزراعية وتحويل جنسها استمرت الجلسة بحذف المادتين الثانية والاربعين والثالثة والاربعين من القانون والمتعلقتين باصول واملاك الدولة اما المادة السابعة والاربعون فقد اتفق المجلس ايضا على حذفها والمتعلقة باستغلال أصول من قبل الوزارات أربع مواد جديدة أضيفت إلى القانون الذي يقترب من لحظة الإعلان عن إقراره المواد الجديدة منها ما يخص الحقوق التقاعدية للمشمولين بتعديل قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 ومادة جديدة لإنهاء المناصب بالوكالة في حزيران المقبل ومادة تتعلق ببيع أراضي للمواطنين والتصويت على مادة جديدة تخص المفقودين من المناطق المحررة إذن مع هذا الإنجاز الذي يأتي على معظم قانون الموازنة فإن رئاسة الجمهورية أمام إقراره ليطوي صفحة تأخير في الإقرار لقانون ضروري يبنى عليه الكثير من الخطوات السياسية والاقتصادية في وقت ضروري تحتاجه البلاد لمواجهة أقصى الظروف